أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإجرامي الذي استهدف عدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية ولذوي الضحايا جميل الصبر سموه وفي برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند أكد وقوف دولة الكويت مع الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وللتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها كما أكد سموه وقوف دولة الكويت مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة